مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد أبناء أنا طلاب الصف الثامن سلام الله عليكم ورحمته وبركاته مع الحصة الثانية من درس الكتابة نثر قصيدة شعرية وإبداء الرأي فيها على درسنا اليوم أبناءنا الطلاب وهدفنا الأول وهو أن ينشر الطالب الأبيات الشعرية بأسلوبه محافظا على فكرتها الهدف الثاني أن يقدم الطالب رأيه النقضي في قصيدة أنشودة السلام أبناءنا الطلاب قيمتنا اليوم وهي حب النبي صلى الله عليه وسلم وكيف لا نحب رسولنا صلى الله عليه وسلم هو سبب الخير والسعادة والأمن والطمأنينة والراحة النفسية التي نحن فيها إنه هو مبعوث الله تبارك وتعالى برسالة الإسلام الخاتمة هذه الرسالة الخاتمة التي يتعلم منها كل شيء عظيم وجميل ننفع البشرية كلها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على التباع سنته وعلى الالتزام بهديه ونشهد الله تبارك وتعالى جميعا أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي محمد أبناءنا الطلاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فلنكثر جميعا من الصلاة والسلام على النبي أكتف درسنا اليوم أبناءنا الطلاب الهدف الأول هو أن ينفر طالب الأبيات الشعرية بأسلوبه محافظا عن فكرتها علوا بنا إلى أبيات القصيدة التي قرأناها في الحصة الماضية وهي بعنوان أنشودة السلام للشاعر الدكتور أحمد هيكل أولا خطوات نثر القصيدة الشعرية أولا قراءة أبيات القصيدة قراءة متأنية ثانيا قم بشرح أبيات القصيدة بيتا بيتا في مسودة خاصة مع ضرورة مراعاة أفكار النص بشكل عام ثالثا نحافظ على معاني الأبيات ونكتبها بلسان الشاعر نفسي أي في إطار المعنى الذي أراده الشاعر دون تحريف إرشادات الكتابة هناك عدة إرشادات أبناءنا الطلاب تساعدكم على نثر الأبيات بطريقة سليمة أول شيء وهو نتناقش سويا حول الفكرة العامة للأبيات ثم نتناقش حول الأفكار الفرعية أي الجزئية داخل الأبيات الشعرية كل بيت ما الفكرة التي يتحدث عنها ويجب علينا أن نحافظ على الفكرة العامة للقصيدة أي نشرح الأفكار الفرعية في إطار الفكرة العامة للقصيدة ثم نبرز أهم المعاني الموجودة في القصيدة المعاني والأفكار التي أرادها الشاعر ويجب علينا أن نستخدم الأساليب اللغوية كالتأكيد والنفي والنداء والاستفهام والأسلوب الخبري بما فيه من حقيقة ورأي ثم نظهر العاطفة وتكون متوافقة مع عاطفة الشاعر في الأبيات وكذلك نحدد مواضع الخيال سواء كان الخيال جزئياً كالتشبيه أو الاستعارة أو كلياً كالصورة الفنية وما فيها من ألفاظ تدل على الصوت واللون والحركة ثم يجب علينا أن نعبر عن مشاعر الشاعر بأسلوبنا نحن أثناء شرحنا لهذه الأبيات لو جئنا لنثر الأبيات التي معنا نستطيع أن نقول فيها حتى ذا نثر نحولنا الأبيات للشاعر حمديكل إلى فقرة مكتوبة بعيداً عن الوزن والقافية بأسلوب بليغ ونعبر عن أفقار الشاعر والمعاني التي أرادها أخي في كل بقاع الأرض أدعوك من قلبي إلى نبذ الحرب وتبني السلام الأرض مليئة بالخيرات التي تكفي كل الخلق في العالم لماذا يا أخي نتقاتل ولماذا نتخاصم ونتحارب من أجل شبر من الأرض يا أخي الإسلام جاء من أجل الأطفال الأبرياء والشيوخ الضعفاء ومن أجل شباب كالربيع النظر ومن أجل أن نحافظ على الحياة التي بناها الكادحون والشرفاء يا أخي انشر الزهور والعطر وانشر الخيرات ولا تجر الدماء في الأرض سبب هذه الحرب نحن هنا نثرنا أبيات القصيدة وعبرنا عنها بأسلوبنا في إطار المعنى الذي أراده الشاعر أحمده هذا في الثاني أبناءنا الطلاب وهو أن يقدم الطالب رأيه النقدي في قصيدة أنشودة السلام إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عذرا رسول الله فيما تطاول عليك به السفهاء ممن يجهلونك ويجهلون سنتك وسيرتك أبدي رأيك في القصيدة السابقة في كل من عنوان القصيدة والفكرة العامة للنص والإسلاب والأساليب اللغوية المذكورة والقيمة المتضمنة في القصيدة سؤال المتميزين لماذا تعبر عن رأيك؟ لماذا أبناءنا المتميزين وكلكم متميزين؟ لماذا نعبر عن رأينا؟ لأن الإنسان كل منا له رأي وله حرية مضمونة ومكفولة في التعبير عن رأيه فيجب علينا أن نعبر جميعا عن رأينا لأنه حق من حقوقنا ولأن رأيي سيستفيد به غيري إذا كان صحيحا ومفيدا في إطار ما نتناقش حوله مع أحديدي بعض خصائص النص الشعر الذي كان معنا قبل نثرها عنوان القصيدة هو لا بد أن يكون معبرا عن مضمون القصيدة نفسها أما الفكرة العامة للنص يجب أن تعبر أيضا عن قضية هامة تخص كل المظلومين بالعالم الأساليب اللغوية المتوفرة في النص مكنوعة فورد فيها أسلوب النداء مثل يا أخي والاستفهام والتوكيد والخيال صور البلاغية والمتضمنة في النص يجب أن تكون معبرة وفعلا معبرة وتزيد المعاني قوة ووضوح القيمة المتضمنة في القصيدة تتضمن القصيدة قيمة السلام وحب السلام وتدعمها التكامل مع مادة شرعية في التفكر في خلق الله تعالى التفكر في الكون سبيل للهداية والإيقان وزيادة الإيمان فكثيرا ما نسمع في القرآن الكريم إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون فهذه الآيات والتفكر في الكون يزيد إيمان العبد ويجعله أكثر إيمانا وتوحيدا لله تبارك وتعالى أبناءنا الطلاب مع غلق درسنا اختر صورة من الصور الفنية التي وظفها الشاعر ونالت أجابك موضحا السبب في الأبيات التي كانت معنا كان الشاعر يقول فيها وشباب كالربيع النظر هنا وقدت أداة تشبيه الكاف إذن الصورة الفنية هنا تشبيه ولماذا عجبتني لأنه عبر عن أجمل مراحل العمر بأجمل فصول الصيف وهو الربيع أي أبيات القصيدة أعجبك أكثر لماذا؟ إن في الأرض من الخيرات أضعاف الأنام لماذا؟ لأن هذا البيت يحمل معنا جميلا وهو سعة رزق الله لكل العباد أبناءنا الطلاب إلى هنا نصل إلى نهاية درسنا اليوم وقبل أن نترككم أنبهكم إلى ضرورة نثر هذه الأبيات بأسلوبكم في كراسة الكتابة الخاصة بكم ثم تزويد المعلم بها حين إتيانكم إلى المدرسة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويرعاكم كما أسأله أن يوفقكم ويهديكم إلى سبيل الرشاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية